تلاحق السلطات في زمبابوي طبيب أسنان أمريكي لقتله أسداً بعد استدراجه إلى خارج المنتزه القومي لمحمية هوانغ ولم يكتف الطبيب الذي واجه انتقادات لاذعة بقتل الأسد بل قطع رأسه للاحتفاظ به كتذكار لرحلة الصيد السلطات تقول إن الأسد سيسل وعمره 13 عاماً محبوب لدى كافة زوار المنتزه الذين يأتون من كافة أنحاء العالم لمشاهدة تاج الشعر الضخم الذي يغطي رأسه والذي يتسم بسوابه القاتم المميز يشار إلى أن عدد الأسد في العالم كان يقدر قبل نصف قرن ب450 ألف إلى أنه وصل الآن إلى نحو 20 ألفاً فقط